لن تحدث عن كل كوارث حكم الإسلاميين في السودان عمر البشير وفضاء عمر البشير وضع جنوب السودان ببركات حكم الإسلاميين في السودان الحمد لله ضع ضع ليس دخلت أفريقيا وكلها في الإسلام ضع من الجنوب كله ببركاتهم ما شاء الله عليهم لا 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 أنا أسألك فقط ما موقف إسلامي السودان البشير نفسه وزمرته من أستاذهم الأكبر منظرهم الأول والأوحد اللي همين حسن الترابي رحمة الله علي وغفر الله له الثاني حطوه في السجن أهنوا بهدلوا تقول لي كيف مش أستاذ أستاذهم هو الذي يعلمهم إيه الإسلام السياسي مش هقول لك أعلمهم السحر هو العلمهم فقال لك أصدقاء السياسة أعداء بعد إيه بعد السياسة حتى لو كان هذا حتى تخذوا عدو الشيخكم وأستاذكم الترابي قال لك آه نضعه في السجن وندوس عليه كرسي هذا تفكر أنه هذا عندما تأتي أنت عدنا إفراهيم أم لا يحمدان إيه إسماعيل وتقول له أنا سلم من أهل العلم وشوفت رؤية صالحة وقرأت كتب كثيرة وعنده وجد نظر تقول لك نظرك تنتص في نظرك وجد نظر أيش عندنا التسبيح وحرق البخ خير تقدر تسبح تحق بخ خير وتدفع عنه فالحق الباطل أهل وسلم بك نعطيك ما تيسر بالعظام لعنى غير هيك تنتص في بصرك يطلع أنسلخ في دسوك أو بطوك في السجن أحمد علي هذا هو الإسلام لما يسيس هذا لما الدين بقداسته ونزاهته يلعب أي سياسة وشفته حماس وهذه حكومة حماس ومشاء الله والحريات الرهيبة التي لديها الحريات المبسوطة جرب نروح وانتقد طوي لسانك وشوف ما يصير أسكت لا تحدثني ما يرهيب في البصير فمتى سنتعلم درس انسى ليس سنكون على فكرة هناك شغل لفت إليها في قلبي وأزعجت هؤلاء المسيسين الحكم الإسلامي ولا الحكم الإسلامي يا أخو الإسلام أنا بد أن يأخذ فرصته في شيء غريب جدا يصير حجيب الإسلام لم يأخذ فرصته في الحكم قال لك أيوة وضربها أتترك الملعون هذا في السنة 24 وكذا أيوة بسراحة قبل سنة 24 الإسلام 1400 سنة يحكم يا جماعة من كان يحكم 1400 سنة من الراشدين فالأمويين فالعبسيين فالممليك برجية بحرية ثم العثمانيين ثم آل سعود هو الإسلام يا حبيبي كل حكم باسم الإسلام وكله له وعلي وما عليه أكثر مما هو له أنتم تأتيوا الحين يعني شغل الجيل يعني بالعكس أنتم شغل أسوأ بكثير على فكرة ستكونوا أسوأ من أي حكم إسلامي مضى في التاريخ لا تضحكوش علينا تعرفوا لماذا؟ لأنكم أبناء الحداثة المجرنتين ستقول لي ما فهمتش لا لا صدقني يفهم يفهم حاولت بحر عن فاشية أبو الأعية المودودين لماذا؟ تقول لي لا يزرع معه أعيب عليك أبو الأعلى أستاذ سيد قطب الأولى أبو الأعلى لم يكن فيه سيد قطب أصلا لا راح ولا جاء كل أفكاره الأساسية من أبو الأعلى مودودين على فكرة المودودين لا أعتقد 79 الذي صلى على الجنازة في الهند هناك الشيخ القرضوي كان عمره تقريبا 51 سنة الشيخ القرضوي نفس الخطة على فكرة هو الإسلام السياسي هذا المودودين عنده كتاب إسوأ الإسلام في وجه التحديات المعاصرة قرأت وانا صغير يحكي فيه أن الإسلام ليس أقل من البولشفيك وليس أقل من الفاشية نحن كمان نظام شمولي يفتخر تعرف لماذا؟ لأنه لا يعيش الآن هو يعيش أيام ما كان العصر العصمي الفاشيات والنازيات والنظم الكليانية التوتالية هذا الشهر الكبير كانت هو فهو يفتخر لكن الحمد لله لن نحن أيضا فاشيين لا تخافوش نحن فاشيين يعني ما هو فاشي قال لك لن نسمح لك تتنفس إلا بديل شارعي حياتك ممسوكي يفيدنا بالكامل كل شيء الإسلام له رأي فيه الإسلام رقيب عليك في كل شيء تخيل تحق شعرك بدك دليل التوتالية رهيبة مخيفة مرعبة لو حكمت يا باي ما سوف الناس يفتخر المودود أن الإسلام فاشي تخشعر بدنك لا تصدقني لماذا تنزل مني تكتب الإسلام في وجه تحتنا أبو يعلم ودوري ستقرأ هذا بالحرف بلاش الشيخ حسن البنة ترى تنظيمه وإنه صورة حسن البنة لابس فيها لباس بني وحطينا على ملصق ولباس عسكر وكشافة بالضبط نفس أزياء النازين في إيطاليا وقال لك أنا بقلدهم وقال لك لماذا لا وقمصان البنية وكذا ونقلد نحن كمان لدينا نازيتنا ماذا؟ طبعا أبناء العصر داعش حداثية ما بعد حداثية بالكامل داعش على بكرة انتبه هذه الجماعات وهذا الإسلام السياسي وهذا اللعب كله هذا هذا ابن الحداثة سيكون فيه كل لعناته وويلات الحداثة ستترحموا على يوم حكم الأموين العباسين اللي سنوما ماليك ستقولوا أشرف ألف مرض لسا كانوا الناس لا يفهم الحقيقة جماعة الناس ما أقول بعقل حلاوة الإسلام والإسلام هو الحل ومفاكين إيش إنه لو حكم الإسلام مثل ما كان واهم الرئيس أمورسي رحمة الله وغفر الله له قال إذا نحن عطونا نحكم بعون الله سوف نحل كل المشاكل المسر في كم قال تسعين يوما تسعين يوما ثلاثة أشهر أنا متأكد الرجل لم يكن يكريب هو كان مصدق حاله ومصدق أن المسألة بالسهولة هذه لما دخل المعمعة أنا مرة ضربت مثل بسيط على فكرة لأن أرى في الناس أرى أي واحد لما كان إنسان بسيط وساذج وماذا صاحب تجربة يقع ضحية أوهام الآن نرى شخص عادي يتحدث عن تجويد القرآن يقول له المنشاوي والشيخ مرصف اسماعيل والمقامات يقول لك كويسين هم يعني بسيش يعني عشرة صعبة هي صعبة تقدر أقول لك أعمل زي هم طب تعال يلا هذه الميكرافون أخرج لدي شيخ المنشاوي أصبح مثل مثل الصوس صغير وبكوكو أصبح مسخرة لن تتحدث عن التجارب الحقيقة عشتها ويقاطع نفسه وعبد نبون خريم ما شاء الله على العبد البهزط رأي لكن شوف الكلام كما قلت لك لا يوجد أي ضريق مجاني كل خاصة الإنسان الجاهل الجاهل يقول لك سهل ماذا أفعلها؟ هذا السؤال الفلسفية يجاوبه أنا يأتي جاوبه هو ولا يطلع فهم كلمة مسكين كل ما تنقش في كلمة لا يطلع فهم لا يفهم لكن رأي الأمر كله الكلام هذا كله كله أرد عليه أفهمه الجاهل لذلك المتواضع الحق والعالم في الدنيا طالما أنت في الدنيا تستطيع أن تلعب كيف شئت ويلعب عليك وتلعب على الناس وتألف كلام ومدايح وكذا اعمل بدك إياه بمجرد أن تموت ستواجه الحقيقة إنسان ليست الحقيقة كما قددتها أنت أو توهمتها أو رغبت أن تكون لا الحقيقة كما هي وفي الأخير أكبر خصم إليك سيكون من هو ضميرك الذي الله عارفه وإنت كنت عارفه أنا أقولك تعالي عبدي أنت لما قلت هيك أو هيك أنت كنت تعلم لماذا قلت هيك أو هيك إذن الخراسة هو هذا تفضل الله ما تنغروا ما ينضحك عليكم خدمة الإسلام طريق واسعة يستطيع الكل ينخرط فيها أنت وأنا وهو وهي والله العظيم ونخدم الأمة ونخدم الإسلام بأحلى ما يكون والله العظيم لو خدمنا الإسلام بهذه الطريقة من تسعين سنة لكنا اليوم في مكان آخر مختلف تماما ما رأيك على جميع المستويات ديمقراطية كان وحكومات وشورى وعلم وعلماء ودكاتر وفلاسفة الشغل من أحلى ما يكون وإسلام روحاني جميل حقيقي ليس إسلام تخيل لكن ما زلنا نتعثر إلى الآن في أذياننا وسجون ومنافع وذبح ورابع وكذا ومشعار فيه ما إلى متى إلى متى حمط الحمقه هكذا لا بد أن ننفصل عن هذا الخطب الكامل وكذلك ما قلت لك الإسلام قبل لهم ومعدهم وإبانهم أبدا الإسلام لا يحتاج كل هذه الأشياء وبينغو سين في الأخير صناعة استعمارية استحضروا هذا بوضوح بوضوح على فكرة استعمار نفسه على فكرة استعمار نفسه الذي يشتغل هو هذا هو المستامح لهذا الخطاب كما أنه ينتشر كثيرا ممنوع ممنوع الله عيننا على ما قولنا وما نقول ممنوع أنت تفصل عينا يعني شغلنا وخططاتنا في السكت الذي يعرف أن يسكت لأنه شغالي لسه لا لا بدنا نحن نعيش في سلام نسلم دولنا وحكماتنا وشعوبنا والعالم كله نحن في سلام على العالم لا بدنا أن نشاكل نحن الإسلام ليس حرب على العالم وع الناس إسلام استقرار وأمن وإيمان أعظم نعمة الأمن أعظم نعمة إيش إبراهيم قال عليه السلام الخليلي أخينا أريد أن أسمع حسن البنة وسيدة قطو فأسمع إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبو شيخ الأنبياء قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر إبراهيم ويحكي عن أمة من 9 مليون 100 مليون و2 مليار يحكي عن هاجر إسماعيل وقال بدك أولادي وعيلتي يا ربي يصلوا لك وكذا أعطيهم الأمان والرزق فليعبدوا رب هذا البلد ليش يعبدوا الذي أطعمهم وآمنهم هذا القرآن نفسه وليس إبراهيم كمان الله قال هيك أمن ورزق وبعدين عبادة إن شاء الله تعالى إذا ما في أمن وما في أرزاق أي عبادة يعني بسر مجانين بسر أغوال أن يأكل بعضنا بعضا وباسم الإسلام وجهاد وعركات مسلحة تبا لكل هذا اللي لعبث تبا لكل هذا الجنون اللي نحن فيها أقواني كفا كفا يجب أن نقول كفا والله العظيم يجب أن نشق طريقا واضحة إلى الأمان بعونه الله تعالى وستشوف الكل سيستفيد وأول مستفيد الدين نفسه والله العظيم والأمة وستشوف والله العظيم يوم يبشر بالدين الصحيح الجميل هذا ستشوف كيف الناس من غير المسلمين يدخلون في دين لهاف واجعة على فكرة أنتم ملاحظين أنه مثل الخطاب الذي أفوه به أنا في ناس منصرين وناس حق داعي الإسلام كثير بكرهو وبحربوني حرب العمى طيب ليش أنتوا عساسة تكرهوا الإسلام الإرهاب الداعش القاعدة اللي بقتل بذبح عدنان إبراهيم ضد هذا تماما كلك ما هذا أخطر علينا هذاك أحسن ذريعة لكي نسب الإسلام صح ولا سب الإسلام ومؤسس الإسلام وقرآن الإسلام وعند ذريعة ترجمة نانسي قنقر